محمد خيري عبدالنبي الشفعي رئيس قسم جراحة الصدر والقلب بكلية طب بنها دكتور محمد أهلا وسهلا منك أهلا منك ودكتور عبدالعزيز محمد عباس أستاذ جامعي في جامعة القصين بالمملكة العربية السعودية دكتور عبدالعزيز أهلا وسهلا منك أهلا منك دكتور محمد لو تتكرم تقول لنا إيه الحكاية الـ 94 ولد والله إحنا أولادنا كانوا معنا في السعودية في فترة الإعارة بتاعتنا وأرضوا تانية سنوي وتالتة سنوي زي السنوية السعودية زي السنوية المصرية اللي هنا ففجأنا الدكتور هاني هلال في النص التاني من العام في تالتة سنوي جاه قال إن الأولاد هلازم نعمل لهم امتحان قدرات فطبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة لنا ما كناش يعني على علم إحنا لو نعرف إنه هيبقى فيه امتحان قدرات يعني حتى الطلبة كانوا يقدروا يعني يعدوا نفسهم لهذا الامتحان وقال لا هو لابد يبقى فيه امتحان والقبول في الجامعة هيكون هندرك فيه درجات امتحان القدرات فإحنا أقمنا دعوة أمام مجلس كلام ده كان السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت حضرتك ده أشوفه أحنا منتكلم على كارثة من المفروض دول كانوا يخشوا دلوقتي رايحين تانية جامعة بلزبط كانوا دخلوا الجامعة السنة اللي فاتت بلزبط فإحنا رفعنا قضية في مجلس طب إيه المشكلة إن كان الولاد تخضع لامتحان القدرات المشكلة إن ما كانش فيه وقت حضرتك ودي امتحان القدرات دي المواد بتاعته خارج المنهج يعني بيبقى في اللغة العربية فيه مواد خارج المنهج والرياضيات فيه برضو امتحان القدرات خارج المنهج يعني ما يلوش كتب بتدرس لا دي حاجة خارج المنهج طيب دكتور عب عزيز عايز أقولك إن أكيد الـ 94 طالب دول ما كانوش كل الطلبة اللي جايين من السعودية فيه طلبة تانية خضعوا لامتحان القدرات بالضبط هو فيه مجموعة كبيرة بس دول اللي واصبوا معنا وكملوا معنا في إن إحنا نشتكي إحنا في موضوع دي الكلام دي على مستوى المملكة ككل لكن إحنا 94 اللي قدرنا نتكلم من القصيم والموضوع فضل إزاي سكيتوا عليه سنة كامل إحنا ما سكتناش إحنا الموضوع مجرد ما بدأ طلبنا لقاء مع الدكتور الأستاذ الدكتور الفاضل الدكتور هاني هلال والراجل ما تأخرش علينا وقابلنا في فندق أحد الفنادي هناك وعملنا لقاء مع دكتور إحنا السنة شرفت على الانتهاء فرجاء أن نخلي هذا القرار للسنة الجاية لأن أولادنا خلاص بيستعدوا لامتحان النهائي فقال لا يا دكتور ما خلق كان كلامه منتهي فمجرد معرفنا كده إحنا ولنا دولتنا دولة سيادة قانون هنرفع قضية لو خسرناها خلاص يبقى على أولادنا زي اللي على الكل لو كسبنا القضية يبقى من حقنا ده مهم جدا دكتور محمد خيري عايز أقولك السؤال التاني بالتحديد يمكن أننا ما وصل لكوش أن أصلي أن حتى لو الحالة دي أكتر من 94 طالب في طلاب دخلوا من تحنات القدرات ودخلوا جمع إزاي دول سوافقوا أوضاعهم والولاد ولادكم ما وفقوش أوضاعهم والله هم وفقوا أوضاعهم مجبورين ومكرهين يعني ده وضع اتفرد عليهم اتفرد على كل الطالبة المصريين اللي هناك ففي مجموعة خلاص سلمت أمرها إلى الله حتى يعملوا إيه رفعتوا قضية إحنا رفعنا قضية وكسبنا الحكم في كتدعوة رقم 17 1982 لسنة 63 قاف واخدنا الحكم ده 1-9-2009 1-9-2009 مع بداية العام الدراسي السابق السنة اللي انتهت دي مع بدايتها كنا معنا حكم كان معكم حكم من محكمة مجلس الدولة مجلس الدولة توجهتوا بالحكم دكتور أبعزيز توجهنا بالحكم لوزارة التعليم العالي وعملنا إشكال تأييد للحكم وبرضو اتحكم لنا في الإشكال بتاريخ 28-3 سنة 2010 2010 اللي هي السنة دي طبعا وزارة المفروض التعليم قررتك في الحكم لا لا ما نفذتش الحكم الدكتور عمل إشكال الأشكال إشكال الإشكال ده كان ممكن تفهم الناس إيه الفرق بينوا بالإستشكال يعني ولا مش أنا مش راجي قانون سنأول مرة أسمع كلمة الإشكال لأن أنا سوئلت عن هذه الكلمة وكنت بقول إستشكال زي ما حافظتك بتقول فعلوا لي لا ده إشكال إشكال عمل إشكال عمل إشكال إشكال يعني زي يعني مبيطعم في الحكم أو حاجة زي كده عمل إشكال بتاريخ كانت الجلسة بتاريخ عشرة أكتوبر راجينا القضاء المستشار راجينا الناس ترجناهم أنهم يعني يخلوه بدري لأنه ولادنا حيث يدخلوا في السنة الجديدة فاتعمل بتاريخ ستة سبعة الشهر الحالي وأخذنا حكم وكسبنا وكسبنا الحكم يعني بمعنى آخر أن إشكال الوزير اترفض اترفض أخذنا حكم برفض إشكال وإحنا عارفين أن الدكتور هاني هلال يعني رجل يحترام القانون وإحنا نقدر له احترام القانون وهو دايما كان بيقول كده فإحنا دلوقتي الحكم اللي معانا نهائي وبنرجوه ونطلب منه إن إحنا ننفذ هذا الحكم علشان ما يدعش على الأولاد سنة تانية زي اللي ضاعت ده كل اللي رجعنا تنفيذ حكم القانون وحكم القضاء ده كل اللي مطلوب منتصر الزاد أستاذ منتصر أهلا وسهلا بي أهلا وسهلا سهلا إحنا أسفيل إزعاجك ولكن كنا محتاجين يعني فتوى قانونية هو طبعا واضح أن اسمعت الأستاذ ذات هم بيحكوا التسلسل اللي بيقولوه آآ لازم هم دلوقتي الوزير ليس له أي آآ قدرة على الامتناء على التنفيذ أكيد المحامي بتاعهم بيعلن صورة تنفيذية من الحكم هم للوزير أيو وإذا امتنى عن تنفيذ الصورة التنفيذية إذا امتنى بعد ما إعلانه بالصورة التنفيذية آآ في خلال 15 يوم إذا لم يتم التنفيذ بتقام ضد الجنحة جنحة لعدم تنفيذ حكم القضايا دي بيتراتب عليها الحق في العز أنا أعتقد أنه مجرد إعلان الصورة التنفيذية الأمور هتمشي في طريقها صحيح طيب إحنا كان سيادة الوزير لسه معنا في مداخلة وكان رده حاسم وقاطع يا أستاذ منتصر قال من أقل من 3-4 دقايق قال لا الموضوع ده منتهي ومليش ده وبالحكم أنا وأخذ قرار نهائي لا دخول الجامعة إلا بعد امتحان القدرات فالناس السنة التانية هتروح خلي بالك الـ 94 أسرة دي أو الـ 94 ولد دول راحت عليهم سنة دراسية وفي طريقهم من السنة الدراسية التانية هتروح عليهم لا لا ليس لهذا الوزير الوزير الدكتور الحاني ليس له أبداً أيّاً كانت سلطته أو قدرته أن ينتنع عن تنفيذ حكم صادر على محكمة القضار يداري وحسب ما فهمني إنه كمان استشكل أو طعن بيقولوا إشكال إيه الفرق بين إشكال والإستشكال يا أستاذنا؟ هو أنا لا هو واحد واحد في إشكال للاستمرار في التنفيذ وفي إشكال لمنع التنفيذ أيوة أنا طبعاً هم صياغتهم مش دقيقة القدرونية لكن أنا فهمت كده إنه هو في إشكال هم عملوه للاستمرار في التنفيذ وكسبو وكسبو نحن عمل إشكال وهو عمل إشكال فعلاً أما هو راجع بإشكال وهو عمل إشكال والعمل طعن أمام ده لا هو عمل إشكال يا فرقون هو حضرتك عمل طعن في محكمة عبدين والمحكمة ردت بعدم اختصاص المحكمة وحولتها على مجلس الدولة واترفضت واترفضت في مجلس الدولة بتاريخ 6-7 الحال يا أصيص ممتص 6-7 الحال فكده هو استنفذ كل الدرجات؟ هو لسه قدامه طعن بس هو أنا عايز أعضي حاجة تفضل هو أصحيح لسه له طعن قدام دائرة بحثة قونت لدارية العلي أي برضو على الشق المستعجب أي لكن هو الغاية دلوقتي لا يملك عدم تنفيذ حكم يعني تنفيذ الأحكام الصدرة من محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ لا يستطيع أن ينتنع عن تنفيذها وإلا تعرض لعقوبة الحبس أو العزل الزمل اللي عندك أو لسدك أنا طبعا مش عارف مين الزميل دكتور محمد خيري عبدالنبي الشفعي رئيس قسم جراحة الصدر والقلب بكلية طب بنها والأستاذ عبدالعزيز عباس أنا مش أصدي أنا أصدي أنا أصدي أهلا أستاذ ندير أهلا 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 أمين طبعا أنا مش عارف مين الزميل المحامي اللي بيبشر جاتهم الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور رمضان بطيخ أستاذ دكتور المسألة يعني أنا كنت أعرض خدماتي لو أنا يعني ربنا يخليك عارفين يا أستاذ منتصر عارف أستاذ الدكتور رمضان بطيخ لابد في النهاية أن يخضع لأنه مفيش حد فوق سيادة القانون في مصر إذن لابد أن يخضع سيادة الوزير في النهاية لحكم القضاء ده الرأي القانوني من أستاذ منتصر الزيات عموما إحنا بنشكر مساهمتك اتفضل بعد إذنك إحنا في الآخر أنا طلبت من الأستاذ الدكتور رمضان بطيخ أن يعمل إنذار للأستاذ الدكتور هاني هلال قبل الجنحة وعمل وإحنا في طريقنا نعملها إحنا حاليا بنعمل إنذار للدكتور قبل الخطوة اللي حضرتك بتقول عليها كويس موضع في الاتجاه هو إعلان الصورة التنفيذية بحد ذاته بيقوم مخاوة الإنذار لكن لا بأس من تتعمل الإنذار لكن أنا عايز أؤكد أنه في النهاية إن شاء الله أولادكم حيدخلوا الجامعة أستاذ منتصر إزياد بشكرك شكرا جزيلا وبشكر عرضك الكريم وربنا يطمن قلبك ساعة 94 شاب ساعة الوزير في رهبة حضرتك وكفاية سنة كفاية سنة وأعتقد إن خضوعك لحكم قانوني لا ينتقس من هيبتك ولا هيبت وزارة التعليم العالي ولا ينتقس من هيبت حد فعندما نخضع للقانون تزد قامتنا ارتفاعا